اشتركوا في القناة وحسب موقع وينوين فإن بلماضي لم يكن ينتظر إطلاقا أن يقوم الاتحاد الجزائري بمثل هذه الخطوة وأن يتم التركيز في البيان على ذكر أشياء سلبية لإظهار بأنه المخطئ الوحيد فيما حدث للخضر ولذلك فإنه يصعب عليه التقبل ما قامت به الفاف مهما كانت الحجة ويرفض كليا أن يتم تحمله كامل المسؤولية دون غيره وأضاف نفس المصدر أن المدرب جمال بلماضي قرر العودة إلى الجزائر في الأيام القليلة القادمة وذلك من أجل وضع حد نهائي لهذه القضية التي يرى بأنها أخذت أبعادا أخرى وأثارت جدلا كبيرا كان يمكن تجنبه ولذلك يجب أن يقوم ببعض الخطوات من أجل إنهائها وهو ما سيفعله عبر التوجه للقاء رئيس الاتحاد الجزائري وإبرام اتفاق معه لفسخ عقده بالتراضي كما أكد أن بلماضي لا يفكر تماما في تقديم أي شكوى ضد الفاف وهو غير مهتم بالحصول على تعويضات كبيرة مقابل فسخ عقده لأنه لا يفكر في الأموال بل يريد أن تبقى علاقته مميزة مع الجماهير الجزائرية شاركونا بأرائكم في التعليقات